اشتركوا في القناة اضافة لحفل رائع تشجيعا ودعما لأبناء الخرجين عشان يقولهم يشدوا حلكم واشتوروا عن نفسكم وانتوا عماد الوطن والأطباء الأركان الأساسية للجماعات المصرية الجماعات الأهلية في أول مشروع احنا كلنا كنا متخوفين مشروع قوي الدولة انفقت عليه مبلغ كبير لكن واضح ان كان فيه رؤية سياسية قوية داعمة لهذا المشروع ولذلك رحمد الله أبشرك ان هذا المشروع هو من أنجح المشاريع في تاريخ التعليم في مصر بالكامل احنا عندنا حوالي 20 جامعة أهلية السنة اللي فاتت بس دخل في الخدمة منهم 12 جامعة أهلية منبسقة عن جامعة حكومية فدخلها بتقل الجامعة الحكومية الأم فبتنشئ جامعة صغيرة اللي هي جامعة أهلية فتخيل بقى كل إمكانية الجامعة القانس السويس تبقى داعمة لمجتمع صغير اسمه جامعة الإسماعي لاجد الأهلية فتنتقي أفضل العناصر أفضل الأساتذة أفضل البرامج وأفضل الطلاب صحيح الطلبة بتدفع جزء من المصرفات ليست كل المصرفات التي تغطي الأعباء بتاعت الجامعة لكن هذه مساهمة من السيد الرئيس في الرفع العبء عن الطلاب الذين لديهم الرغبة للدراسة في تخصصات معينة ومجميعهم كانت لا تؤهلهم إلى الاتحاق بالجامعات الحكومية أو يرغبون في مجتمع مختلف عن الجامعات الحكومية زيارة الرئيس النهاردة كانت طفرة جديدة جداً لنا إحنا كشباب شايف أن زيارة الرئيس في قلب وداخل جامعة قناة السويس قدم لنا إحنا كشباب أن إحنا لنا أب ولينا أخ كبير يساند الشباب كان دايماً بيبادر وكان دايماً هو اللي بيبدأ في أي كلام أو أي نقاش كان بيدور حوالين مساعدة الشباب إن كان في مجال التعليم أو الثقافة أو الرياضة كان دايماً هو اللي بيبادر كان دايماً هو اللي بيسعى أن دايماً ننمي الشباب ونطور منهم ونخرج المهارات اللي جواهم طفرة في التعليم وطفرة في الرياضة والثقافة أحب أتكلم عن التطور اللي بتسببه لنا الجامعة بشكل عام واللي بتسببه لكلتي أنا بشكل خاص أنا في مجالي كاتجارة الجامعة فتحت لنا أقسام جديدة زي BIS و FMI بتخدم مجالات تحاول الرقم الجديد في مجال المحاسبة والشركات والبنوك أنا فعلياً في برنامج جديد في الكلية ترجمة فورية ما كانتش موجودة قبل كده السنة اللي فاتت كانت أول دفعة تتخرج من البرنامج دوت وطبعاً في GIS وفيه ترجمة فورية انجليزي وفيه ترجمة فورية فرانساوي الجامعة هنا بتقدم لنا كل اللي احنا محتاجينه فعلاً كلية عندنا بالزبط خمس سنين تخرج منها دفعتين جداد الجامعة كلية عندنا بتقدم خدمات جديدة لسؤل العمل لأن احنا كلية تكنولوجية فدي فرص العمل الفترة الجاية زي ما سيدة فخامة الرئيسة ناردة تكلم على كلية التكنولوجية وأدي دورها في سؤل العمل واندي متطلبات الفترة الجاية